موسيقى 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 المناقشة تطوير الملف التي تتعلقها سواء بالتعليم أو بالصحة ونحن اليوم في مقربة الإخراج للمشاريع القوانين الجريدة الرسمية التي تتطبيقها الفعلي ونقشنا المجموعات الصحية الترابية والمأل لهم وكيف الهندسة لهم سواء على المستوى الإدارة أو على المستوى القطب الطبي وكذلك الطريقة الاشتغال لهم وحتى السياسة التي يعملون عليها المستوى المدى القريب ومدى المتوسط كذلك كانت فرصة لتقديم الأورش القطاع الصحة والتطور لها والتقدم الأشغال لها سواء الأمر التي تتعلق بالمراكز الشفائية الجامعية أو المراكز الصحية التي اليوم كنتعرف أحد التأهيل لدينا ثلاثة الأشطور الحمد لله الشطر الأول قرب ننسى اليوم النوم لأنها تتعلق 450 مراكز الصحي وماذا نحن نخدم في الشطر الثاني والثالث المراكز الشفائية الجامعية والإحداثة للمراكز الجديدة والأسيما على مستوى الرشيدية درعة فلالت وكذلك قلمة دنون وكذلك بني ملال والتي كذلك حتيات تطور لأمور لها ومشت بواحد طريقة جدا مهمة بما أننا كان وعاء عقاري لبدء المنافسة للهندسة للمراكز الشفائي وفتح الصفقة لهذا المشروع كذلك بالنسبة لتطور المركز الشفائي الجامعي دي القلمة موادنون لأنه كل ورشة سيكون متقدم سيكون تحويل لأنه أساسا كان هو مستشفى جهوي رضيناه مستشفى جامعي وكذلك بني ملال للوعاء العقاري دي الـ 25 أكتار التي تحددت لإنجاز هذا المشروع هذا المشاريع المراكز الشفائي الجامعي الأخرى والبرنامج تأهيل لأنها ترصدت لها مليار وسبعمية مليون درهم الأضريفة كذلك تحلات وإحنا إن شاء الله في إطار هذه السنة سيكون الإنجازات كاملة سواء كانت يتعلق بتأهيل البنية أو كذلك بنسبة المعدات وهذا هو المنضمون للقاء مع سيد رئيس الحكومة كذلك كانت مناقشة حول التعريفة المرجعية والماء لها يمكن اليوم تكون مراجعة ونصد رئيس الحكومة أعطى الأمر لكذلك نشوف التعريفة وكذلك المصنف دي الأحمال للطبيع لتكون مراجعة لكذلك لكذلك تكون مواكبة تأهيل لها القيط شكرا لكم